النهضة فيها منحة سياسية والتغطية على سعار الزيت على الانتخابات والنهضة وكأنها براء من أي قضية وبراء من أي جريمة وقعت في تونس وكأنهم يقرأوا أنا وصلت معاش نحب نسمع حتى تصريحاتهم عندهم قبل نفس الاستعمالات هذيك كانت الناس يقولوا ليرا والنهضة تعمل في الشيء هذا للتغطية على الموضوع وكلك ليرا والقانون والقضاء وكذا أو أنت إذا تعرف روحك باري والقضية ماشية ماخدة منحة قانوني قضائي عادي عليش تحب أن تتوجهها من أنها قضية معناها محالة أمام أنظار القضاء اللي هم يقولوا قضاء عادل وقضاء فمني مزال يتمتع بالاستقلالية وغيره تحب توجهها إلى موضوع آخر معناها منحة آخر سياسي وكذا كلهم نفس النتائجة النهضة كلها ما معناها قضاءة كايدية سياسية وفي الأخر وعكة صحية وفي الأخر كذا أنا أتسائل إيكي أنت باريء ومتأكد من باراتك عليش ما تخليش القانون يخو مجرها عليش ما تخليش القضية تمشي بصفة طبيعية عليش ديم يحاولوا يعملوا الهرسلة الإعلامية على القضاء ولا تيمشي واحد منهم يتحقق معاه ولا يبحث معاه تلقى معناها عشرات من أنصار ومتجمهرين قدام معناها المقار مكان الإيقاف ولا البحث هذي شنور غاية منه بها يسيدي معناها نحن على خاطر تول الانتخابات جاء 8.8 ولا على خاطر دابوستزيت وصلت 15 و 20 دينار ولا حتى 500 دينار نوقفوا نحن نسامحوا النهضة على الجرائم اللي عملتها الكل ونقعدوا مركزين في نتائج الانتخابات هذا لا تزير ووزيرة وزراء كل حاجة تأخذ الجانب بتاعتها الطبيعي القضاء لا بد أن يحقق في القضاء هذه اللي الشعب التونسي عاشها ويعرفها برمتها من ألف إلى هيه وفي نفس الوقت المنح السياسي الآخر لا بد أن نتناولوها أما مش نتناولوها لخاطرها لحساب قضايا الجرامية حركة النهضة وقيادات وحيلة بسفر